وعلى الهامش أجرى عطاف محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه من الدول الشقيقة حيث تباحث مع كل من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية بدر الدين العاطي ونائبي رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المختربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي ووزيرة شؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرانكوفونية بجمهورية الكونغو ديمقراطية تيريز كايكوان بافاغنر وكذا وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان رمضان محمد عبدالله جوك المحادثات تناولت التنسيق والتشاور حول أهم القضايا والمسائل المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وسبل حجد جهود البلدان العربية لتعبئة المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية إلى جانب الاستحقاقات المرتقبة على الصعيدين الثنائي والقرية